بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فهذه الحصة التي تعلقنا بك في يتسياغة اسم الزمان واسم مكان يعني بأسهل طريقة ممكنة أولا نتعرف على اسم الزمان فاسم الزمان يصاغ للدلالة على زمان وقوع الفهل إذن اسم الزمان يدل أو يصاغ للدلالة على زمان وقوع الفهل على زمان وقوع الفهل بينما اسم مكان يصاغ للدلالة على مكان وقوع الفعل على مكان وقوع الفعل إذن يصاغاني طبعا أقصد اسم الزمان واسم مكان هنا عدنا الحالة دي العلاوز مفعل تركزوا جيدا مفعل إذن من الفعل تلاتي المعتل اللام مثلا جراءها ومعتل اللام رمى لها ومن الفعل مفتوح العين أو مضمومها في المضارع فلاحظوا هنا يكتب يجمع مفتوح العين يكتب مضموم العين يقعود مضموم العين ويركاب مفتوح العين إذن يصاقلنا على وزن مفعل فنقول يكتب مكتب مفعل يجمع مجمع على وزن مفعل يقعود مقعد مفعل ثم يركب هيا مفتوح العين مركب وفي معتل اللام كما قلنا جراء مجراء تواعى على وزن مفعل رمى مرمى لها ملها إذن الحالة التي يكون على وزن مفعل إذا كان معتل اللام تبعا من التلاتي أو مفتوح العين أو مضمومها في المضارع فنقول يقعود مقعد يركب مركب وفي المعتل اللام جراء مجراء رمى مرمى لها ملها نعم الآن سنتطرق إلى صياغة اسم الزمن أو المكان على وزن مفعل مفعل إذن مفعل من الثلاتي طبعا صحيح اللام مكسور العين فمثلا يجليسوا يجليسوا هيا مكسور العين هو صحيح يجليسوا وثم يربطوا لاحظوا أنهم مكسور العين في المضارع ينزلوا إذن يكونوا على وزن مفعل فنقول على وزن مفعل إذن يجليسوا مجليس مجليس سأكتب مجليس مفعل مجليس يربطوا مربط نعم مفعل ينزلوا منزل منزل على وزن مفعل ولك الفي المعتل الفاء يعني في المثال معتل المثال وضع وعد وقف وسما إذن يكون على وزن مفعل قلنا على وزن مفعل لها وضع موضع وعد موعد وقف موقف وسما موسم إذن لاحظنا الفعل الثلاثي إما على وزن مفعل أو مفعل الآن سنترق إلى الفعل الغير الثلاثي الفعل الغير الثلاثي بالنسبة للفعل الغير الثلاثي يصار على وزن اسم مفعول يعني امتصف نبدأ ميم مضمومة وفتح ما قبل آخر منتصف منتصف على شكل اسم مفعل إذن على وزن اسم مفعول انتصف منتصف انطلق منطلق اختبر مختبر استودع مثلا استودع أو استودع هذا فعل غير تلاتي عن صغير على وزن اسم مفعول فنقول ميم مضمومة مستودع 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 اتمنى ان تكون قد سعد اشتركوا في القناة